في العراق النقد الفني ليس له بيئة صالحة حتى نعرف شنه هو النقد بالتالي البيئة الفنية في العراق لا تستوعب النقد ترى النقد من باب شخصنا من باب تنكيل عكس البيئة المصرية لحركة النقد فيها مساحة واسعة لإبداء رأي النقد وهذا كان من أيام أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش وعبد الوهاب بالعراق أتصور أن المجال الوحيد الذي فيه النقد واصل لمراحل متقدمة هو النقد المسرحي بحكم أن العراق مسرحيا يقف في مقدمة الدول أما على الصعيد الدرامي للأسف تأخذ الأمور بشكل شخصي وتبلش التفسيرات باتجاهات خاضئة للأسف طيب سحيدر الآن لو أخذناك إلى جو الأعمال الرمضانية المرتقبة في ظلمة أعلن منها إلى حد الآن ومعروف عنها أيضاً يعني للسنة الرابعة تقريباً يغيب الفنان الكبير عاد الإمام عن الأعمال الدرامية العربية وهو كان يحقق أعلى المشاهدات يغيب أيضاً لربما هذا العام الفنان الكبير الدكتور يحي الفخراني الأعمال السورية بين عملين بين الجنرال وهو من أعمال الخارج وهو لأول مرة يعني نشاهد عمل متكامل من خارج سوريا إضافة إلى أعمال شامية أنت شون شايف الخارطة البرامجية والفنية المعلن عنها حتى الساعة والله بصراحة عربياً أرى أن الأعمال المصرية تحقق نقل نوعية في اختيار المواضيع وفي تصدير أفطال جدد يغطون على نجاحات جيل المسيطرة على الدراما منذ ثلاثين عام يعني الأستاذ الكبير عاد الإمام والأستاذ الكبير ريح الفخراني من السبعينات والثمائينات والتسعينات وحتى بداية الألفية ومسيطرين بشبه مطلق وخصوصاً في فترة الثمائينات والتسعينات وكانت البطولات المطلقة يمكن أن يحل الفخراني أكثر درامياً من عاد الإمام كون عاد الإمام غاب درامياً بالتسعينات يعني انتجه على المسرح أكثر حالياً نشاهد أمير كرارة ونشاهد ياسر جلال هم يعني مجموعة أحمد مكي يعني بالفعل المرء يسرع لها عمل أيضاً أحمد مكي يعني بالتالي يعني هو الأعمال اللي أخذ الصداوات هي الأعمال التي تناقش التطرف تناقش دور القوات المسلحة المصرية أو شخصية الرئيس هذه المواضيع أخذت صداوات مثل الاختيار وما حققها من نجاح كبير بالنسبة للبيئة البلاد الشام أرى أن التزاوج السوري اللبناني أنتج لنا روائع بفعل دخول منتجين مهمين مثل الأستاذ صادق الصباح وشركة إيقل فيلم أن هذا التزاوج أنتج لنا ثنائيات مهمة مثل نادي نينجيم وقصي خولي بعشرين عشرين وغيرها من الأعمال هذه السنة وأخيرا أما على الصعيد السوري السوري فأعتقد أنه كاريس بشار وعابد فهد يعني مسيطرين بشكل مطلق مع عبد المنعم عمايري وسلافة وخرجي ما زالت الأعمال السورية هي أعمال ورقيا مهمة جدا وعلى صعيد التنفيذ كذلك كان هناك إنتاج كثيف ولكن بفعل الحرب وفي فعل قلة السيولة المادية قل الإنتاج السوري ولكن يبقى هو مهم جدا على الصعيد العربي وأحب أن ننوه أنه في الخليج الساحة الكويتية دخلت الاحتراف ونشاهد أعمال مهمة جدا على صعيد الورق وعلى صعيد التصوير هذا فيما يخص بالساحة العربية هذا أكبر